بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في قناة المايكروبيولوجيست النهاردة معنا عينة يورين وحالة النهاردة مختلفة لأن فيها تركاية لازم ناخد بالنا كويس جدا جدا منها التركاية بسيطة ولكن مش كل الناس تعرفها وممكن تسبب لهم مشكلة في التشخيص وزرعنا عينة اليورين بتاعتنا على البلاد أجار والمكونكي أجار الاتنين فيهم جروس الاتنين فيهم نمو زي ما هنشوف دلوقتي طبق البلاد أجار في جروس بالشكل كده نوعين من البكتيريا نوع موجود بعدد قليل جدا والنوع الثاني موجود بعدد كبير جدا اللي هو السائد او النوع السائد اللي موجود في طبق البلاد أجار طبعا في الحالة دي احنا بنختار العدد اللي موجود بنسبة كبيرة جدا في العينة تمام بعمل نجليكشن للأعداد الصغيرة وحاجة تانية برضو تخليني وتأكد الكلام ده ان الكوليني التانية اللي هي اللونها أبيض ديت اللي موجودة في طبق البلاد أجار موجودة خارج خطوط الاستريكين لين موجودة خارج خطوط الاستريكين لين مش وقع على خط الاستريكين وتشوف العدد بتاعها كتير ولا قليل يبقى النوع الشائع اللي عندي اللي موجود على خطوط الاستريكين لين ميديه ان هو لونه مايل للإسفرار شوية يعني لونه بيكون مايل للإسفرار شوية وكمان مش ميديه لأي تانية اللي هو مفيش الكلام دوت على الطبق بتاعي فهو الانديكيشن الوحيد بتاعه هو ان هو موجود بشكل او بلون مصفر شوية نبدأ بقى نمسك طبق الماكونكي اجار ونبدأ نشوف ايه الحاجة المميزة او الحاجة التفريقية اللي تقدر تعرفلي الأورجانيزم ده البكتيريا على طبق الماكونكي اجار عامل فريمنتيشن بسيط على الماكونكي اجار هتلاقي فيه فريمنتيشن بسيط على طبق الماكونكي اجار ولكن مش زي الايكولاي والكليبسيال لان هو بيكون شكل يكون لونها بينك او لونها محمر مثلا زي السيراشيا لا هي واخده شكل كده ما بين الكلورليس وما بين الديليد لكتوز فرمنتر بكتيريا اللي هي مش الفريمنتيشن بتاع الاكتوز المعروف زي شكل الايكولاي او الكليبسيال وكمان برضو لسه برضو محتفظة باللون السبغة بتاعتها اللي هي اللون المسفر فانا كده بتوقع ان العينة بتاعتي هتكون جريم نيجاتيف بكتيريا بما انها تريد على الماكونكي والبلود اجار بصراحة العينة من العينات اللي هي الانديكيشن الصعب بتشخيصها لانها لا هي مدية للانديكيشن بتاع الاكتوز فرمنتيشن القوي بتاع الايكولاي ولا الميكوي الكاركتيريستيك الخاصة بالكليبسيالا ولا السوار من بتاع البروتياس ولا الفرشة اللي بتفرشها في حالة السيدومونس الحاجات المميزة الجميلة كده اللي بتسهل عليها التشخيص مش موجودة ايامة ديالي بكتيريا لونها مسفر شوية على الماكونكيوي على البلود اجار في حالة زي كده تتعاملوا معاها ازاي حاجة زي كده مش واضحة المعالم تتعامل معاها ازاي طيب نحاول نسهل الدنيا شوية ونسهل امور علينا هل تتوقع البكتيريا دي ستاف اوريس ولا انتيروباكتر ساكذاكي البكتيريا اللي هي مشهورة باللونها الاصفر شوية ولا السيتروباكتر بما ان انا اتكلمنا على دليت لكتوس فرمنتر لانا مش شايفين الشكل اللي هو بتاع الاكتوس فرمنتشن بتاع الايكولاي والكليبسيالا ولا بكتيريا الاسينيتوباكتر للبكتيريا اللي بقت منتشرة جدا في المستشفات بص يا صديقي خلينا اتفع على اتفاق واحد ان اول خطوة من تعريف اي اورجانزم هي الجرام استين ما تعملش اي خطوة ولا تبدأ اي خطوة الا لما تعمل الجرام استين علشان تتأكد هل البكتيريا ديت فعلا جرام بوصيف ولا جرام نيجاتيف بالفعل عملنا جرام استين اللي عينا دي والنتيجة بتاعتنا كانت صدمة هي كانت طلع على المكونكي والبلود فمتوقع تكون جرام نيجاتيف بكتيريا ولكن الجرام استين اثبت ان البكتيريا دي كانت جرام بوصيف بكتيريا العيانة طلعت جرام بوصيف كوكاي طب ازاي هي طلع جرام بوصيف كوكاي وهي تلت على المكونكي ازاي الكلام ده ما هو ده الغرض من الفيديو يا صديقي للاسف بعض الزملة بيشتغلوا من الميديات اللي بتكون جاهزة جهز التصنيع بيكون في شركة مع بيها في بوتلز بيبدأوا يشتغلوا من البوتل ديت مش عارفين مصدرها ولا عارفين ان هي شغلين ايه بالزبط فبيطلع معاهم جرام بوصب بكتيريا على الطبق المكونكي اجار ده بيحتوي فقط على تمام ولا يحتوي على واللي بيمنع نمو الاستفيل كوكاي والانتيرو كوكاي هي الكريستال امل ما يكونكي اجار التي تحتوي على اللي هي معانا ديت هي ممكن تنمي لي زي الاستفيل كوكاي والانتيرو كوكاي فلو بصينا على مكونات الميديا دي هتلاقي فيها بيبتون لكتوز بايل سولت سوديان كولورايد نيوترال ريد انديكيتور ونسبة الاجار بتاعتنا لا تحتوي فقط على البايل سولت ولا تحتوي على الكريستال فييلو فان انا اشيل الكريستال فييلو دي بتخليلي اللي ستافي يظهر عادي عندي في الميديا بتاعتي وبناء على الكلام ده فلا يفضل استخدام المكونكي اجار رقم واحد في عينات اليورين انا عايز حاجة تطلع علي تفرق لما بين الجرام بوستيف والجرام نيجاتيف فاستخدم المكونكي اجار رقم 3 اللي فيها كريستال فييلو وبيل سولت ساعتها بقى في الحالة دي اقدر اقول ان البكتيريا لو مطلعتش على المكونكي اجار وتلعت على البلد اجار هتكون جرام بوستيف بكتيريا فدلوقتي احنا تعلمنا ان المكونكي اجار انواعه المختلفة ممكن تأثرلي في النتيجة بتاعتي وتعلمنا اني لازم ابدأ اعمل خطوة الجرام ستين لو انا شاكك فيه نوع التشخيص بتاعي علشان يقدر اعرف نوع البكتيريا بتاعتي طيب دلوقتي خلاص انا كده عرفت ان البكتيريا بتاعتي خلاص الامور بتاعتي بالنسبة لكده واضحة انا كده متوقع بسبب اللون مميز بتاعها اللي هو الوريس اللي هو الجولدين ييلو فبالتالي هعمل خطوة الكتاليز والكواجيوليز علشان يأكد لي الخاص بالستاف اوريس ادي بالنسبة لي ادي الخاص ب او اختبار الكتاليز تست نسبة المستخدمة في الكتاليز تست بتكون تلاتة في المية هبدأ اخد طاطش من البكتيريا بتاعتي وابدأ احطها في الهادروجين بروكسايد تلاتة في المية وابدأ اشوف هل في فوران ولا لا مجرد ما حطيت اللوب بتاعي شايفين فوران قوي جدا 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 فده بيقدر يفرق لما بين الاستفيل كوكاي والستريبتو كوكاي فاختبار الكتاليز ده انه ادي لنتيجة ايجابية فنتيجة بتاعتي كده استفيل كوكاي هبدأ اعمل خطوة الكواجيوليز تست علشان يقدر يفرق لما بين الاستاف اوريس والاثر كواجيوليز نيجاتيف استفيل كوكاي نحن البكتيريا بتاعتنا في الستريتة بلازمة ونبدأ نلاحظ التغير بتاعها خلال ساعتين ما ابدأ ابص عليها كل ساعتين اشوف هل تقلط حصل ولا ما حصلش طبعا اتكلمنا كتير وقلنا ان في الكوكايوليز تست يفضل استخدام التيوب عن السلايد ميسود الخاصة بالكواجيوليز لان في الحالة دي انا بخلي البكتيريا بتاعتي تطلع الانزيم براحتها تمام في حالة اديه بعكس السلايد مبدأ اقصر البكتيريا دي وخليها تطلع الانزيم بالعافية وكمان عندي موجود على سطح البكتيريا ممكن تديلي فالس بوستيف ريزلت ابدأ اخطتش من البكتيريا بتاعتي وابدأ احطها في السيتريتت باللازمة وابدأ احضانة في الحضانة بتاعتي ويأشوفها كل ساعتين تمام ساعتين واربع ساعات وست ساعات بعد كده لما لقيتش فيه اي تجلط او اي تخسر ابدأ اسيبها لمدة يوم كامل في الحضانة وابدأ اشوف النتيجة بتاعتي الغرض ان انا اشوف العينة بتاعتي كل ساعتين انها لما بيحصل تجلط تمام وانا ما شفتش التجلط ده بسبب دروة الحرارة الموجودة في الانكيوبيتر ممكن يحصل ان الجلطة دي تفق مع الوقت جده شكل البكتيريا بعد ما حقنت فيها البكتيريا بتاعتي شكل اسيتريتت باللازمة بعد ما حقنت البكتيريا بتاعتي بعد التحضين لمدة ساعتين لقيت التوبة بتاعتي بالشكل ده كده ان اسيتريتت باللازمة حاسس ان فيه تجلط ولكن التجلط خفيف لسه وده بسبب ان هو لسه ساعتين ما كملش او ان البكتيريا بدأت تفرز انزيم الكواجيوليز اللي بيحاول الفبرونجين السائل اللي موجود فيه البلازمة الى فيبرين اللي هو موجود في سورة كلوتنج دي سورة النتيجة بتاعتي بعد اربع ساعات والكلوتنج حصل بشكل كويس جدا ودلوقتي اقدروا لعينة بتاعتي ستاف اوريس لانها كتاليز بوستيف وكواجيوليز بوستيف فالغلطة او الحاجة اللي كانت ممكن تلغبطنا هي وجود نوع الماكونكي اجار رقم واحد اللي مش مفروض يكون متواجد في عينات اليورين لان هو كده بيلغي صفة السيليكتيفتي الخاصة به الماكونكي اجار فساعاتها يقدر ينمو عليه الجرام نيجة البكتيريا وينمو عليه البايلتولرانت جرام بوست البكتيريا زي الاستفيل كوكاي والانتيرو كوكاي